مازلنا في حلقات يوم الاتنين بنحاول بقدر الإمكان نعل البنى ونمشي كمان خطوة للأمام مع كل حلقة إزاي نقدر نبني مستقبلنا بشكل صحيح وإزاي نبني الإنسان وإحنا فاهمين بشكل واضح إن بناء الإنسان هو ركيزة المستقبل وهو كمان عمران الحاضر وعشان كده إحنا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن حاجة مهمة جدا جدا اتكلمنا إزاي هنتعامل مع جيل زد الجيل اللي هو في الحقيقة هو اللي ممكن نسميه هو من سيصنع مستقبل هذه البلد ومن سيصنع مستقبل الحياة وقلنا إن من أهم سمات جيل زد إن هو شخص بيحب الحياة بس بيحب يكتشف الحياة بنفسه هو بيحب التجريب وما يحبش كمان فكرة التلق السلبي لكن يحب فكرة الحوار وفكرة التساؤل وفكرة الرد على كثير من الأشياء اللي بتدور في فكره بس كان فيه معنى وقفنا عنه عنده المرة اللي فاتت وقلنا هنزيد الكلام فيه وهو إن جيل بيعتبرني من أهم الأشياء اللي ممكن تبني عليها الحياة هي الاستقلالية فهو مهتم جدا جدا من مسألة الاستقلالية ترجمة نانسي قنقر